أكد تعضو مجلس ديالا نجاة الطائي أن مجلس المحافظة وصل إلى حالة الموت السريري وأن قراراته مجرد حبر على ورق ولم ينفذ أي منها على أرض الواقع ودعت الطائي إلى وقفة وطنية من قبل جميع الكتل السياسية في مجلس ديالا من أجل إعادة مكانة المجلس باعتباره أعلى جهة تشريعية في المحافظة وقراراته قرارات حازمة ترجمة نانسي قنقر